خير يا حلوية نسوا اخباركم اشتقتلكم كتير اليوم ان شاء الله رح نبلش درس جديد حالات المادة اكتبوا يا تاني عند عنوان الدرس التاريخ 22-3 واليوم الاحد وان شاء الله يا ربي ما يجي الاحد الجاي الا واحنا مجتمعين ورجعيننا مدرستنا هلا رح نبلش بحالات المادة في اسئيل هون يا تان رح نحلة عشان نفهم الدرس هلا هوا بحكي لكم هلا حتى تساقط المطر والثلج من السماء اكيد كنا منشوف المطر والثلج اذا اكتبوا هون نعم هاي المطر يا تاني هاي صورة المطر وهو بتساقط وهي صورة الثلج بحكي لكم ما حالة المطر وما حالة الثلج عنده تساقط كل منهما طبعا المطر اللي بينزل علينا هاي الايام هاي احنا بتكون مطر هايها والمطر من ربنا وخير هذا المطر يا تاني اللي بينزل اذا حالته سائلة وعنده الثلج هون اكتبوا عندها صلبة هلا اني نكتشف معا حالات المادة ألاحظ المواد الآتية وأضع اسم كل منها في العمود الذي يناسب حالته عصير تفاحة إبريق بخار الماء وعننا القهوة والحجر هلأ هاي المواد سنصنفها مادة صلبة وماادة سائلة وماادة غازية هلأ العصير يا تاني العصير الموجود معنا هون هاد يا تاني العصير رح تكون مادة سائلة إذن رح نحط هون عند مادة سائلة رح نكتب العصير هون عند المادة سائلة العصير هلأ التفاحة يا تاني هاي الموجودة معنا هون هاي التفاحة هاي هاي يا تاني إذن رح تكون مادة صلبة هون يا تاني اكتبوا تفاحة عند المادة الصلبة هلأ الإبريق اللي الموجود معنا هاي هون بخار الماء بخار الماء مادة غازية بخار الماء بخار الماء القهوة مادة سائلة الحجر مادة سائلة مادة سائلة مادة سائلة مواد السائلة مواد السائلة العصير القهوة مواد غازية مواد سائلة سائلة غازية شحلات المادية تاني صلبة